عم تبحثوا عن وظيفة بهولندا؟ أغلب الوظائف تتطلب إيجادة اللغة الهولندية هيكم عم تحضروا هذا الفيديو يعني عم تتعلموا هولندي ممتاز اليوم رح أعلمكم الكلمات الهولندية اللي بتستعمل في عملية التقدم لوظيفة أنا بارت دباو وهاي هي دورة الألف كلمة الأكثر شيوعاً في اللغة الهولندية دورة لتعلم الكلمات الهولندية الأساسية مع تمرين إضافية على learn-dutch.org أربعين درس وفي كل درس رح تتعلموا خمسة وعشرين كلمة هولندية النسخة العربية من الدورة بالتعاون مع راديو حنين أغاني اشتقنا لها وراح نشتائلها الدرس تساطعش عن الوظيفة وعملية التقدم لوظيفة هات وارك هات وارك تذكروا إن أتعلمنا من قبل الفعل واركن صليصيتيرن صليصيتيرن دسوليسيتاتي 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 ممكن يكون استثمار جيد حتى لو ما كنتوا عايشين بهولندا في كتير شركات هولندية في جميع أنحاء العالم معرفتكم اللغة رح يساعدكم إذا قدمتوا طلب توظيف إلو علاقة بالتعامل مع هولندا وتغيير الوظيفة يعني وراندرن من بان وراندرن من بان ده بريف ده بريف ده صليصيطاتي بريف ده صليصيطاتي بريف هت سيفي هت سيفي ممكن كمان نقول هت كريكلم في تي ومن حطها عراس السفحة ده أبليدين ده أبليدين وبعدهم نكتب ده أروارين ده أروارين هت جسبرك هت جسبرك هت صليصيطاتي جسبرك هت صليصيطاتي جسبرك هت بريف هت بريف وكلمة تانية كمان دزعك دزعك هت خلد هت خلد معلومة مهمة مع إن النقود هي السبب الرئيسي اللي بيخلي الناس تدور على وظيفة بس من المفضل إنكم خلال المقابلة ما تحكو إنها هي السبب أو الدفع الرئيسي فردين فردين هت صالعرس هت صالعرس بالمناسبة في هولندا ما رح تستلموا راتبكم بهاي الطريقة رح تستلموا هيك بروتو بروتو هت بروتو سالعرس في مقابلة التوظيف بهولندا رح تحكو عن الراتب الإجمالي وهو فعليا مش المبلغ النهائي اللي رح تستلموه المبلغ النهائي اسمه نتو نتو والفرق بين بروتو و نتو هو تتراوح نسبة طريبة الدخل في هولندا بين 37 و 52 بالمية وكيف تعرفوا إمتى لازم تدفعوا؟ في اللحظة السعيدة اللي بتشوفوا فيها مغلف أزرق بالبريد في هولندا هاد المبلغ مقرر بالقانون فما في داعي تتفاوضوا عليه هاد المبلغ الإضافي واللي نسبته 8% من الراتب السنوي بندفعلكم بنهاية شهر مايو هاي تعتبر ميزة إضافية يمكن التفاوض عليها بس يكون بعلمكم إنكم لازم تدفعوا عليها ضريبة تتناسب مع سعر السيارة و قديش بتلوث البيئة كان سن التقاعد بهولندا 65 بس ارتفع على 67 في المستقبل رح يتغير حسب متوسط العمر المتوقع ممكن يكون نفقات السفر أو التنقل هاي مش ممكن التفاوض عليها بس يمكن تكون من أهم مميزات شغلكم وهو يمكن لا أن نيمن أن نيمن توظفت أن خنومن هي صيغة الماضي لفعل مركب وشاذ بعرف إنه صعب بس في دورة هاشتاك دوتش جرامر بشرح عنه بأبسط طريقة ممكنة لما تحكوا عن حالكم بتقولوا اك بن آنخنومن اك بن آنخنومن انتسلان انتسلان بس هذا ما بيعني إني بقدر أعد مرتاح دايما بشتغل باجتهاد عشان أحضر الدروس لإلكم وعشان المدرسة ولما يكون عندكم وقت للراحة اسمعوا راديو حنين أحلى البرامج والأغاني الأديمة والجديدة وهيك منكون خلصنا درس اليوم وتعلمتوا الكلمات المهمة في عملية التوظيف إذا عجبكم الدرس اعملوا لايك وشاركوه على وسائل التواصل الاجتماعية اشتركوا بقناتي على يوتيوب لفيديو تعلم اللغة الهولندية الأسبوعي المرة الجاي رح نحكي عن العائلة والعلاقات الشخصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر